صباح الخير او مساء الخير عليكو اي ان كان الوقت اللي بتسمعوا فيه الفيديو اه برحب بكل المشتركين معي في القناة وكمان برحب بالمشتركين الجديد بقولك اهلا وسهلا بيكو وبقولك لو انت لسه جديد واول مرة تسمعنا يتقدر اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اه هنقول مع بعض النهاردة سواقعات العاطفية اه لمواليد برج الميزان اه طاقتك في الاول هقولك الطاقة بساعتك في الاول اه انا شايفة الطاقة بتاعتك فيه قرار بالانفصال فيه قرار بقطع العلاقة اه دي طاقتك انت يعني ممكن الاغلب يكون الانفصال جاي من ناحيتك انت يا برج الميزان اه شايفة فيه علاقة حب اه ممكن يكون ده سبب الانفصال يعني ممكن تكون يعني دخلت علاقة حب تانية او بتحب حدي تاني شايفك بتوزن امورك شايفك اه متلقبط في الفترة دي اه بعضيكم منعزل وبيفكر كتير جدا في الفترة دي دي من ناحية الطاقة يا برج الميزان الطاقات اللي موجودة معك فترة اه عشان ما نسيش اه انا شايفة فيه طاقة نارية وطاقة هوائية وطاقة مائية اه وترابية كل الطاقات موجودة الابراج اللي موجودة معيك الحمل السرطان الدلو الاسد العزراء اه والجادي كتير كتير ابراج موجودة معك فالكراقة نبدأ بالكراقة وضعك انت لوحدك ووضع الشريك لوحده ووضعك انت انا شايفاك منعزل ممكن يكون البعض مسافر او الشريك هو اللي يكون مسافر او تكونوا اه يعني من اه يعني بعيدة عن بعض من جنسيتين مختلفتين اه لكن في بعض في بعض في سفر في مسافة اه في اه شايفة في العلاقة الضودية اللي انا بشوفها حاليا او الطاقة اللي موجودة معي دلوقتي انا شايفة اه قرار اه بانهاء علاقة اه القرار ده انت متردد فيه انت مش عارف ازا كان صح ولا غلط اه شايفاك كمان يا برج النزان حذر جدا اه وخلوا بالكوا ان احيانا بتكون القراءة عكسية اه شايفاك برج النزان حذر من ناحية العلاقة اللي انت فيها مسيطر على مشاعرك بتحاول وتسيطر على اعصابك فيه امور بالنسبة لك غمضة او تكون بالنسبة للطرف الثاني فيه حاجات غمضة هو مش عارفها اه شايفة كمان اه انت عامل حساب اه يعني تعب او بيت البنى او كده يعني مش اه يعني مش عامل يعني هو ده اللي انت عامل حسابه يعني لكن انا شايفة ان العلاقة دي كان فيها حب بس الحب ده ما بقاش موجود في العلاقة دي فيه رحيل اه فيه رحيل انت يعني الرحيل ده اه بعضوك على فكرة ممكن يكون عنده اه يعني طاقة سلبية حسد اه اه سحر اه يعني فيه طاقة سلبية موجودة في العلاقة الزوجية اللي معايا دي اه 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 انت كمان نظرتك للعلاقة اه يعني انها بتنهار يعني انت عشان تاخد قرار بالانفصال في كذا كرت قدامي انك تاخد قرار بالانفصال انا شايفة فيها مشاكل كتير اه شايفات كمان بتفكر كتير جدا يعني انت بتحاول تسيطر على اعصابك وبتحاول اه تظهر بان انت قوي لكن شايفة اه يعني شايفات كتير بتفكر بزبت وانت ناين بتفكر كتير في شكل العلاقة بتبص كمان احيانا اه على حاجات انت عملتها في العلاقة دي هتخسرها هتعمل ايه اه لكن شايفةك يعني انا شايفةك بكتب كل حاجة واناشي مش مستمر اه شوية شايفة قرارك ممكن يكون فيه تهور يعني ممكن يكون بعضكو القرار اللي هو واغده فيه تهور اه وممكن يكون تحت تأثير غضب اه او او زعل او حاجة دي كده لان انا شايفة اه مفيش يعني تفكير اه تفكير قوي او بالعقل او كده مش شايفة موجود في القراءة انا شايفة حزن شايفة بتفكر كتير متردد بتحاول تسيطر على نفسك اه بس شايفةك متهور في القرار في ان انت تمشي وشايفة اه غضب شايفة زعل شديد جواك اه اه ده بالنسبة من ناحيتك انت وشكلك كمان انت هتستعمل اساليب كتير علشان اه عشان تعمل موضوع ده عشان انت تحيبك او عشان تمشي او لو انت كنت قريدي مشيت خلاص فانت هتستعمل اساليب كتير عشان تحقق او تنجح اللي انت بتعمله بالنسبة للطرف الثاني اه انا شايفة زيك يعني هو حاسس اه حمل تقيل عليه حاسس بطعوبة في العلاقة حاسس عنده مسئولية كبيرة هو حاسس بيها كمان اه شايفة اه يعني كتير بيلجأ لان هو يفكر عايز الموضوع يتم بحكمة او العلاقة تبقى فيها عقل شوية اه 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 هو عايز بداية جديدة كمان يعني انا شايفة هو شايف شكل العلاقة اه حاسس كمان ان هو مقيد في العلاقة دي يعني حاسس بتعب حاسس ان هو مقيد اه في امور كتير غمضة بالنسبان ومش واتحاله فهو تعبين كمان في العلاقة دي وحاسس انه عنده حمل كبير قوي فيها واخايف يتهور او ياخد قرار او مش قادر ان هو ياخد قرار لكن هو عايز بداية جديدة اه على فكرة بعضكم هيكون هو الشريك ممكن اللي عايز الانتصال وعايز بداية جديدة عايز ينطلق عايز حرية يعني عايز يتحرر مش اه هو حاسس ان هو مقيد وهنا في الزفول هو عايز يتحرر من من التقايض بعد وعايز بداية جديدة النصيحة ليك بالنسبالك للمتزوجين من برج الميزان اه انا شايف ان العلاقة دي ممكن يكون فيه اشخاص تانية بتتدخل فيها لو العلاقة الزوجية دي فيه اشخاص تانية بتدخل فيها يعني اه يعني هنا الطرب ينسحق انك لازم تفكر وان تذكيرك يكون انت واسرتك وان اه ما يدخلش اي اطراف خارجية في العلاقة الا كمان لو يكون بينسحق العلاقة الثلاثية اه ممكن تكون هي سبب اه يعني سبب اه الخسارة في العلاقة في العلاقة دي او اه او فشل العلاقة دي او او المشاكل اللي بتحصل في العلاقة دي او هتكون كمان لو استمرت هتكون سبب في انهاء العلاقة دي تماما العلاقة الثلاثية لو برج الميزان موجود في علاقة ثلاثية اه المطلوب منك ان انت تتعاون او ان انت اه تستشير حد يكون اه بتسك فيه اه اه عشان تقدر توصل اه يعني الحل يوصل للعلاقة اللي يعني لو انت عايز العلاقة تستمر وانت عايز اه تطور فيها او عايزها للاحسن او ان انت قوم مبسوط او سعيد في العلاقة اه حاول تفكر بشكل سليم حاول ما تدخلش اشخاص في العلاقة سواء انت او الطرف التاني اه كمان حاول تسأل حد تستشير حد اه ولو في لو موجود في علاقة ثلاثية يبقى قرارك انك تنهي العلاقة اللي انت موجود فيها تماما او تنهي العلاقة الثلاثية تماما علشان انت كده اه حيرة يعني حيرة انا شايفة قرار اللي قديني فيها حيرة كتير اه بالجات ان انت كمان في عندك اله اه يعني في عندك علاقة سواء اللي انت موجود فيها دي اه او اللي انت راح لا انت بتحس ان انت في علاقة قدرية يعني انت بتحس انك في حاجة اه هي ده نصيبك بس انت مش عايز كده او الطرف التاني مش عايز كده كتير بتوازن امورك كتير محتار بتفكر اه في حاجة انت مش عارف تجيبها ازاي حاجة انت بتفكر فيها كتير في نفس الوقت انت خايف من خسارة مش خسارة مادية بالمعنى لكن بيت واسرة وحياة فانت بسط لحاجات كتير انت عملتها في العلاقة اه خايف تخسرها بالتوفيق للجميع ان شاء الله دي كانت ارتراقه العاطسية بالنسبة للمتزوجين ودي كانت النصيحة بساعدكم اتمنى اجيكم التوفيق والسعادة والوصول لقرارات سليمة باذن الله ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عندي مفاجآت كتير جدا هنعملها في المرحلة اللي جاية في القناة ان شاء الله نروح للمنفصلين والمطلقين من برج النيزان اه الكراءة هتكون عبارة عن ماضي حاضر مستقبل اه تفكير الثرف التاني لو انت عايز تعرف ايه اللي تفكيره عشان لو عايز رجوع او كده والنصيحة بتاعتك الطاقة الاولى اللي موجودة بتاعتك البتاور اه البرج اه فدي يعني طاقة الانفصال سعلا او اه او دي هدم علاقة رغم ان انا شايفة قدامي اه في علاقات لسه ما تمش فيها طلاقة اه اللي ورا كده ان بعضكم اه يعني بالفعل بعد الهدم ده اه استدى يعني يبص القدام يركز في نفسه او في حياته او في المستقبله ممكن يكون كمان البعض راحل علاقة اه جديدة انا شايفة هنا في بعضكم راحل علاقة او استدى في علاقة جديدة بعد كل ده المنفصلين الماضي بتاعت انا شايفة بعضكم اه يعني كنت في علاقة فيها تدخل من اشخاص كمان او تكون الانفصال كان بسبب علاقة ثلاثية اه شايفة القراءة ممكن تكون عكسية عشان تكونوا المعارفين اه كان في علاقة ثلاثية شايفة طرف اه 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 ندمين على خسارة زعلين على حاجات كتير عملها وما جابتش نتيجة اه اه شايفة علاقة حب ممكن يكون اه بعضكم نسافر في سفر لكن بالنسبة للمنفصلين والمطلقين انا شايفة فيه نسبة رجوع يعني فيه رجوع ممكن يحصل اه اه العلاقة من الماضي اه شايفك اه يعني بتبط على العلاقة كتير اه كنت مثلا عايد تحافظ عليها عايز اه برضو العلاقة دي الدوجية دي او اللي قبل الانفصال كان فيها غموض كان فيها كلام حيض حصل كتير اه كنت حاسس فيها انك مقيد وانك مش مش عارف تعمل اي حاجة في حياتك في وضعك في ظروفك اه حزين دايما حاسس بخسارة يعني انا شايفك كنت في فضع سيء جدا فيه لغبطة كتير اه نوعا ما اه ممكن اقول ان انت كليك دير فيه يعني انت كنت يعني ممكن اقول عليه ايه ممكن كنت سلبي شوية في العلاقة يعني شايفك اه يعني مش اه مفيش حماس يعني ما بين يعني يا سلبي او حزين او مش بتتكلم او متهور ومنفعل وغضبان يعني ما بين كده وما بين كده فيه غموض ممكن ده اللي كان كتير بيوصرك او بيوصر الثرف التاني سبب ان فيه حاجات هو مش عارفها اه بالنسبة انا شايفة بعضكم فعلا فيه علاقة حب اه بعضكم اها يعني خرج من الماضي تماما الماضي ميت بالنسبة له اه حاسس ان هو في وضع راحة واستقرار واه حاسس ان هو سعيد ممكن يكون متقدم لك عرض حب يا برج الميزان او هيتقدم لك عرض حب اه انت حاسس يعني يعني بالذات لو انش واحدة ستة يعني في برج الميزان اه انا شايفاك اه اه وكأنك شايفة نفتك في احسن حالتك يعني شايفة نفتك اه حالتك كويسة اه وضعك احسن انا شايفة وضعك الحاضر اه يعني احسن كتير من الوضع في الماضي ده بالنسبة للوضع الحاضر اه لكن بالنسبة لبرج الميزان نخلي بالنا اه يعني من علاقات اه يعني من حد يضحك علينا علاقات اه من غير زواج اه يعني علاقات اه يعني يكون في اه اه هوى ونفس واسوسة والحاجات دي من ناحية علاقات او من ناحية تواصل او من ناحية كلام مع اشخاص لان انا شايفة هنا فيه كده كتير رغم ان انا شايفة برج الميزان سعيد جدا مرتاح اه عندك هدوء نفسي واستقرار نفسي لكن احجر اه من بعض الخباساء في الفترة اللي انت فيها دي لكن انت سعيد وداخل كمان على حاجة سعيدة برج الميزان اه المستقبل بازن الله انا شايفك اه يعني عايز تكون حر عايز تكون منطلق اه بتقفل على نفسك اي اي يعني مشاعر او اي ارتباط مثلا لو حد كلمت في حب حد كلمت في ارتباط انت في كل الكروت مسيطر على نفسك على مشاعرك اا 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 عايز تعيش كده يعني عايز تعيش حر او عايز تكون في علاقة بس بحريتك مش عايز تكون اا مقيد خالص لان يعني الظاهر انك انت التقايد اللي كنت موجود فيه في الماضي ده تقايد والحزن والزعل الكتير اللي كان في المرحلة اللي فاتت انت اتعقدت منه شايفك هنا بالدفع عن نفسك هنا انت واقض حاضر عايز تكون اا منطلق اكتر في حياتك او تحب تحرية اكتر او تختار اا زي ما انت عايز يعني ما يكونش حد اا يعني ليه ليه كلمة عليك في الاختيار بتاعك انت عايز تعمل حاجة انت اللي عايزها وفي نفس الوقت ما تظلمش حد ده تذكيرك في المستقبل واللي انا شايفك كمان انك هتقدر تعمل ده هتبعد عن اي حاجة شايفك بتبعد تماما عن اي حاجة ممكن تدايقك ممكن تأثر عليك او على تذكيرك اا يعني كتير تذكيرك في تحرر اا في اا اا في تغيير في تغيير جزري مش تغيير بس في تغيير من كل حاجة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله الطرف التاني بيفكر ازاي او دماغه فيها ايه من ناحيتنا انا شايفة الطرف التاني يا برج الميزان عنده حب ليك فيه حب في حب وحب كبير جدا اا حاسس ان هو مخدوع يعني حاسس ان انت خداعته وحاسس ان انت فيكسه من غير سبب اا كتير بيفكر او يكون بيتكشفي من العلاقة حاليا يعني هو حاسس ان هو يعني اطعم كتير في العلاقة او اتجرح كتير في العلاقة دي لسه بيبص على الماضي شريك بتاعك يا برج النزيل لسه بيبص على الماضي لسه بيفكر فيك اا لسه مستني منك تواصل او او نبتني ان انت تتكلم معاه او تبدأ معاه عنده حيرة حاسس ان هو مخدوع فيه حب كبير دا من ناحية الطرف التاني اا بالنسبة للمطلقين والمنصفين النصيحة بتاعتك يا برج الميزان اا يعني تذكيرك صح اا يعني نصحتك انك انت اولا اا ما تتسرعش في علاقات دي اول حاجة اول حاجة انت ما تتسرعش في علاقات ممكن دي زي اللي شوفنيها ممكن تكون انت في الوقت الحاضر اا انت كويس مرتاح وضعك مستقر اا كتير منكو بالنسبة لي الماضي مات اا حاجات كده يعني عندك فعادة في انتظارك اا بس ممكن تكون بتتواصل او بتتكلم او فيه علاقة حب هي ممكن تكون مستطقة للبعض منكو اكيد مش ليكو كلكو اا هي مستطقة او فيها نوع من انواع الخبط او اا او فيها اغراض معينة ممكن تكون مش اا مش بريئة يعني فهنا برضو في نصيحة بتاعتك انك تحاول ما تتسرعش في العلاقات او في الارثبات اا لازم تفكر كويس اا قدر نفسك وشوفها بالشكل الصح انت كويس اا تسفحق اا يعني اا انت قدمك فرحة كمان قريب واحتفال وبيقولك ان انت تسفحق كده اا عندك كمان امنية اا انك تسعى علشان تحققها او تكون انت بالفعل تسعى علشان تحقق الامنية اللي عندك دي او اللي انت بتفكر فيها في امنية كبيرة عندك عايز تحققها وبيقولك ايس عليها الامنية موجودة وهتتحقق ان شاء الله ده كان بالنسبة للمطلقين والمنفصلين لكن انا ما شفتش عشان اللي هيثقني ما شفتش فيه ارتباط في الوقت القريب يعني ما فيش ارتباط الا البعض انا شايفة بعضوكم فيه ارتباط هو في ارتباط سعالا حاليا او بيعيش قصة حب او علاقة حب اا اا بعضوكم يخلي بينه وبعضوكم فيه علاقة فيها السعادة وفيها استقرار وبعضوكم فيه رجوع من الماضي الطاقات اللي موجودة معي في الفراقة قبل ما انسى اا الطاقة النارية معيكو كتير الهوائية زيكو والطاقة المائية اا طاقة ترابية بسيط الابراج اللي موجودة موجود مع البرج الاسد الجابي اا ادلو الحوت الميزان السرطان اا العقرب يعني هي دي والعزراء اا دي الابراج اللي موجودة معيك او اللي اناش قدرت اشوفها حاليا لكن كل الطاقات اا موجودة معيك في القراءة اا خز السعيد وموفق للجميع ان شاء الله ونروح للعزبين والغير المرتبطين من برج الميزان في النسبة للعزبين والغير مرتبطين اا تقطف الشهريدة برج الميزان انا شايفك اا يعني اا بتحتها في المقصود اا في حاجة جديدة عملتها او ممكن يكون بعضوكم داخل في علاقة جديدة او في حالة خب ااا لكن شايفها اللي بقى بكده تباعد ااا آا و Library مش عارفة ليه برج المزين طاقتكم النهاردة معي فيها كتير علاقة ثلاثية كلكم متزاوجين والمطلقين والعزبين الطاقة بتاعتك في الماضي انا شايفة فيها علاقة ثلاثية ممكن تكون انت اللي كنت في علاقة ثلاثية او دخلت مع حد في علاقة هو عنده طرف تاني بس انا شايفة انك في الماضي كنت في علاقة كنت مبسود بها جدا فعيد حاسس بنفسك حاسس يعني اسعت حاجة في الدنيا كنت واحد وضع للبساط كنت حاسس ان هي علاقة مناسبة ليك بس العلاقة فجأة دخل فيها طرف ثالث او انت اكتشفت ان انت طرف ثالث او في طرف ثالث كل الحاجات الاولى دي اتقلبت شايفة شايفة كمان علاقة كان فيها مشاكل كتير جدا لكن العلاقة فيها حب يعني كان فيها حب وفيها حب قوي يعني كل كروت الحب موجودة كان فيها حب وحب كبير كمان وكان فيها توازن وفيها تناغم انت حاسس بانتك حاسس بنفسك فيها حاسس كمان ان دي تنفع علاقة تكون الزواج او تكون الاستقرار يعني انا شايفة كل تفكيرك في الماضي في العلاقة ان هي علاقة صويسة وصالحة وتنفع زواج وحب واستقرار واصفال وكل حاجة لكن فيها مشاكل او فيها تدخل من اشخاص وفيها طرف ثالث عند البعض الحاضر بطاعت انا شايفك حاليا انت صادر على حاجة في حاجة مستنيها او حاجة مستني النسيجة بتاعتها انت في حاجة صادر عليها كمان في عندك كتير تفكير في ناحية مادية تفكير كتير جدا في ناحية مادية او استقرارك الماضي او ان تعاطيك عن الارتباط او عن الحياء المستبب زروف مادية يعني انا شايفة مسيطر عليك في الحاضر الناحية المادية جدا التقاط الموجودة معك في الكراءة انا شايفة المائية الهوائية والنارية والترابية كل الكفاس موجودة الحاضر ده الابراد الابراد معاك الاسد اه انا شايفاتك الحاضر انت كتير بتفكر في موضوع المادة بتحاول تسيطر على موقف انت بالفعل موجود فيه. بعضكم حاسز بظلم عايز ينتصر على حاجة اه يعني في حاجة تمان انت مستني النسيجة بفاعتها. اه تي حاجة بالنسبة لك هي اهم حاجة. يعني هي اللي هتغير حياتك كلها وانت مستني النسيجة بفاعتها. اه الحاجة دي ان شاء الله انا شايفاها تتحقق قريب. اه عندك كمان استقرار ماذي واستقرار عاطفي في الوقت القريب ان شاء الله. اه شايفا بعض ممكن بعضكم منفصل عن حبيبه خالين. اه شايفا بعض وشايفاك حذر شوية. او الحبيب هو اللي يكون حذر شوية. اه شايفاك في المستقبل اه يعني كتير هتبقى زكي وشاطر وناصح. يعني انت زكي يا برج النزان. اه لكن هتكون عندك اه يعني اه هو بصه هو كده كده العام ده عام تغيير. انا شفتك انت وبرج سور وبرج يعني كزا برج في عنده تغيير جزري في شخصيته. انت المستقبل بتاعك اه اه هتكون حذر شوية. هتخلي بالك لان انت في الماضي بالنسبة للعزبين ونظر المرتبطين انت جرحت كتير. خصص عناك كتير. اتغادر بك كتير. مش مش هتقدم حبك لاي حد. اه كمان خلي بالك في المستقبل من اه خداع او سرقة او اه او احتيال اه بالذات في مشاعرك. لان احنا هنا بنتكلم عن العاطفة. اي اي عرض حب يتقدم لك في الفترة اللي جاية حاول تفكر فيه كويس جدا. يعني فكر بعقلك وما تفكرش بقلبك في الفترة اللي جاية. اه او اي زندين اللي اتنين. لكن اه اي عرض حب يتقدم لك فكر فيه كويس وما تقدمش فيه حاجة غير بعد ما تشوف العرض ده مناسب ليك. وتحبه او يعجبك ولا لأ. اه كمان عشان تقدر توصل لعلاقة حب نكحة. اه في المستقبل انا شايفك شوية من وقت للتاني. هتكون ببصة عالماضي. هتكون حاسس بخسارة. لأ حاول تخرج من شعور الماضي والخسارة علشان تنتقل لمرحلة جديدة. لان انت عندك مرحلة جديدة في يعني في الوقت اللي جاي او في فترة اللي جاية ان شاء الله. اه فيه عرض حاليا بتتقدم لك او ناس حواليك او معجبين. لكن انت لا تبالي وشبه مشوخي تبالك. لبعضوكو فيه تذكير شوية في حاجات ثانية او في الماضي لسه. اه انه النصيحة بتاعتك حاول توزن امورك. حاول تكون عادل. انت برج الميزان طبعا عادل. عندك برج الكوت كمان معيك يا برج الميزان. اه وبرج الصور. اه اه يعني حب. النصيحة بتاعتك بتقولك حب. اه بس ما تقيدش نفسك. اه ما توصلش لدرجة الخسارة. اه حاول تخلي يعني الامبراطورة. اه تكون في الوضع ده. يعني وانت بتحب ما ما توصلش لدرجة البهدلة. او ان انت تتنازل. او ان انت اه تعمل حاجات انت ما ينفعش تعملها. لأ ايش حريتك? حاول توزن في تذكيرك بين قلبك وعقلك. اه عندك علاقة حب جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله ولو مش موجود. ولو انت في علاقة حب هي العلاقة دي طول ميت. اه يعني هي علاقة حب ان شاء الله شايفها ابديه شايفة فيها نجاح. اللي ما عندوش اه يخلي باله. اه هو هيجيله علاقة حب كويسة ويخلي باله من العروض اللي فيها اه غشة او خداع او كده في الفترة اللي تخلي بالك. وبيقولك انك تفكر بعقلك قبل قلبك. ده بالنسبة لله اه للعزبين والغير المرتبطين. اه شكرا للمسابعة برج النزان.